ينضم إلينا الآن من بغداد الناتق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد قوات خاصة يحيى رسول الزبيدي سيد العميد أهلا بك معنا أين وصلت الآن العمليات في جزيرة الخالدية وما هو البعد الاستراتيجي والأهمية لهذه المنطقة في حال تحريرها بالكامل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة اليوم ساعة 500 صباحا انطلقت عملية تحرير جزيرة الخالدية هذه الجزيرة التي تقع شرق مدينة الرمادي والمحصورة ما بين الخط السريع ونهر الفرات تضم عدد من القرى التي استطاع عناصر التنظيم الإرهابي الاختباء في هذه المناطق كونها منطقة زراعية تتخلى لها شبكة إروائية للمياه وأيضا ما بازل انطلقت العملية باشتراق قطعات قوات الجيش العراقي والحجد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية وأيضا أفواج طوارئ شرطة الأنبار وبإسناد من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي كذلك الجهد الهندسي وأيضا الجهد الساند من قبل المدفعية العراقية كان تقدم كبير لأبطالنا وسريع واستطاع أبطالنا من الوصول والانتهاء من الصفحة الأولى من نظم التقسيم وصولا إلى الخط السريع الدولي وتطهيره بشكل كامل والاندفاع باتجاه شبكة المبازل لا زالت العمليات العسكرية مستمرة باتجاه ما حدد ورسم من قبل قيادة العمليات المشتركة حقيقة هناك حاول العدو استهداف قطعاتنا من خلال محاولة بزج عدد من عجلات المفخخة أو زرع الألغام والعبوات الناسفة وترك مفارز التعويق المتمثلة بمفارز القناصين والهاون كان دور كبير ومميز للطيران الجيش العراقي ومن خلال معلومات الاستخباراتية الدقيقة أو هنا أخص بالذكر حقيقة دور مديرية الاستخبارات العسكرية برفض قيادة العمليات المشتركة وطيران الجيش العراقي بمعلومات دقيقة تم سهداف مواقع عناصر التنظيم الإرهابي وتكبيد خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات العملية أنا مثل ما أشرت لا زالت مستمرة للغرض منها هو تحرير وتطهير جزيرة الرمادي حتى نعرف الأهمية نعم تفضل عن أهمية هذا المكان وهذه الجزيرة نعم نعم الجزيرة هي حقيقة محصورة أنا أشرت بين النهر الفرات والخط السريع وهي تؤثر بشكل كبير على مدينة رمادي ومدينة الفلوجة وأيضا على الخط السريع كون عدد من المناطق والقرى تقع على الخط السريع ويتؤثر على تنقل القطاعات وأيضا تنقل المواطنين على الخط السريع تتخلل هذه الجزيرة عدد من المناطق البعبيد والبوبالي والبوشهاب أرض هذه الجزيرة هو بحدود 16 كيلومتر وعمقا بحدود 4 كيلومتر وفي بعض المناطق وخاصة في منطقة البوشهاب تصل بحدود 5 وربع كيلومتر عملية تحرير وتطهير جزيرة الخالدية سيؤمن إيقاف أي اعتداء من قبل عناصر التنظيم الإرهابي بالنيران الغير مباشرة المتمثلة بقنابر الهاون والصواريخ باتجاه مدينة الرمادي وأيضا باتجاه مدينة الفلوجة وسيؤمن الطريق الدولي بشكل كامل الخط السريع خاصة باتجاه مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي وباتجاه الرطبة والحدود الأردنية العراقية سيد العميد أستغل وجودك معنا وأسألك عن التحضيرات الآن عن المعركة الكبرى المرتقبة في الموصل لتحرير هذه المدينة من قبضة تنظيم داعش الجانب الإنساني من هذه التحضيرات هل لك أن تطلعنا على أي ترتيبات قامت بها قطعة الجيش والتشكيلات المنضوية تحتها حقيقة عملية تحرير نينو انطلقت منذ أشهر من خلال عملية الفتح لقادتها قيادة عملية تحرير نينو حققت تقدم كبير بالمحور جنوب مدينة الموصل وكان آخرها السيطرة وتحرير وتطير قرية العوسجة وهي تنقسم لقسمين الغربية والشرقية كذلك سيطرت قطعاتنا على قائدة القيارغ وهي هدف ستراتيجي وحيوي مهم وستكون منطلق للعمليات العسكرية المستقبلية باتجاه مدينة الموصل والآن لا يفصلنا عن مدينة الموصل بحدود 60 إلى 65 كيلومتر تجري في قيادة العمليات المشتركة استكمال الخطط والاستحضارات لهذه المعركة الكبرى والتي ستكون هي الحاسمة باتجاه طرد آخر عنصر من علاصر التنظيم الرهابي من مدينة الموصل وتحريرها وتطيرها بشكل كامل هناك استحضارات تجري سواء بالقطاعات العسكرية التي ستشترك وأيضا من خلال التنسيق للقوة الجوية العراقية وطيران الجيش وكذلك الدور المميز لطائرات التحالف الدولي بهذه العملية حيث قدمت طائرات التحالف الدولي إسناد كبير للقطاعات أثناء تقدمها باتجاه تحرير هذه المناطق لكن ما يهمنا في هذه العملية هو حقيقة الحفاظ على أرواح المواطنين التعليمات التي صدرت وأخص هنا بذكر السيد القائد العام قوات المسلحة السيد وزير الدفاع أيضا قيادة العمليات المشتركة هو الحفاظ على أرواح المواطنين بالدرجة الأولى ونحن نعرف أن مدينة الموصل تضم بحدود مليون إلى مليون ونص مواطن لدينا جهد نعمل عليه حقيقة مع وزارة الهجرة والحكومة المحلية بتهيئة مراكز إيواء للنازحين لغرض استقبالهم بعد أن يتم تأمين طرق آمنة لهم ونقلهم إلى هذه المراكز غير الحفاظ على أرواحهم وأيضا حفاظ على البنى التحتية ومتلكات المواطنين في مدينة الموسط شكرا جزيلا كنت معي من بغداد الناتق باسمي قيادة العمليات المشتركة العميد قوات خاصة يحيى رسول الزبيدي